اعلنت ميليشيات الحثي تلقي دعوة من الامم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الاسرى يوم الخميس المقبل في العاصمة الاردنية عمان مؤكدة على مشاركتها ونفذت الحكومة في منتصف اكتوبر الماضي وميليشيات الحثي ما يعد اكبر عملية لتبادل الاسرى منذ انقلاب الميليشيات على الدولة قبل نحو ست سنوات وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الامم المتحدة وبتنظيم اللوجستي من اللجنة الدولية للصليب الاحمر نحو 1056 اسيرا يمنيا اضافة الى اسرى السعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى الحثيين اشتركوا في القناة